السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك وحبايك بعملين ايه? اه غبت شوية برضو تاني. دي معايا ايه? هنشوفها مع بعدينا ندخل الفيديو ونشوف. ونصلي بينا على النبي. اللهم وصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسونيش في اللايك وصلا واسكرايب تمام? يلا بنا نشوف. هنعمل ايه? اكلة بسيطة في البيت. بدور في التلاجة. لقيت بتنجان حوالي ست اه وحدات بتنجان اه روم اه اللي القلي يعني زي ما احنا شايفين كده. مو عندي لحمة مفرومة. هنعمل ايه? هنعمل مساقعة بطريقة جديدة من غير آآ كمية زيود كتير. تمام? في اول حاجة هنقشر بتنجان يا تقشيري العايدي خالص. بس مش هنقطعه. زي ما احنا شوفناه في اول الفيديو. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم. آآ اكلة بسيطة وجميلة. آآ هي مساقعة ممكن تحط لها بشامل. انا ما عملت لاش بشامل لساعات لانا كنت عايزها قليلة الدسم مش عايزها فيها دسم كتير. وطلعت جميلة والله جدا جدا. مش آآ مش غريبة قوي عن المساقعة اللي هنعملها سواء كده قبل بشامل بالعكس بالاطعم يعني وقليلة الزيت زي ما قلت كتير قوي قوي قوي. فانا قشرت البتنجان هنا وهحط آآ شوية ملح. املحه. وايه? واسيبه شوية. تمام? يتملح. متحاوليش يحطي البتنجان في مياه وانت بتملحيه. حاول السيبيه كده بملح والسيبيه كده بينزل كل السواد اللي فيه. طبعا العصاق بقى احنا عملنا كتير جدا جدا بس هو لازم يتعامل عشان لما حد جديد بيشوف الوصف اولي لسه زي ما قلت البنات الجديدة بتبقى لازم الوصف كاملة معهم يعني. فطبعا احنا هنا متعودة حط اللحم الاول انا كده وافضل وراها لغاية ما افتتها من بعضيها كده زي ما احنا متعودين. تمام? وانزل بالبصل وانزل بالتوابل بتاعتي اللي هي معروفة الملح في الفلسوكوز برا نشفة. آآ آآ ولايل من القرفة. بس كده وتقلبي فيها. المراتي انا كده هعط برضو عليها صالصة عشان عين زيها حمرة. تمام? بس هشيل منها جزء لان اللحمة المفرومة دي آآ كانت كده اللي ربع. فطبعا كتير قوي قوي على ستة وحدات بتانجان فشلت كمية منها. آآ هعمل بيا حاجة برضا. ان شاء الله هيعمل. زي ما احنا شايفين هنا بحط الملح وزي ما قلتكو زبارة ناشفة وآآ وفلفل اسويت طبعا. وإيه? ولسه عندي فلفل قبش غلبي. معلش سامحوني من صوتي. آآ صوتي تعبان بقالي ثلاث يام او يومين كده عايزة اسجل الفيديو. كنت تعبانة عشان خاطر آآ يعني بقى كنت من طلع عافش ابني وكده عبر الحبايب كلهم يا رب. وسنة القرفة زي ما احنا شايفين هنا كده. فصوتي عامل شوية. كل ما اجا اسجل الاقي صوتي تعبان. فقلت لأ ما فيش فايدة بقى لاني مش قادر اعمل اي وصفة. فقلت انزل الفيديو ده. لغاية ما ربنا يسايل وياخد بايدي يا. تمام? هسيب بقى العصاجي هنا هياخد ويدي مع نفسه كده والبصل بتاعتي تدبل وبتحلوة كده مع مع اللحمة. وهنزل واشيل الجزء اللي قلت عليه واشيل وحط الصلصة على طول. تمام? بخرط هنا انا آآ آآ ارنف الفل. انا مش يعني بحط ش فلفل كتير قوي. هو قرر ان كان حار قوي. فبحط جزء صغير ما بكترش زي الاول. حتى لو قليت وحطيته مع الحاجة يعني اللي عايز ياكل ياكل. لكن مش بحمل حاجة قوي. بتبقى زبايس معقول يعني حلو مش وحش. تمام? هسيبها غطية بقى واسيبها مع نفسها كده حط بوصلكت في الكابة زعلانة منها ازاي ما فرمتهاش. زي ما احنا شايفين هنا خلاص كده اللحمة استويت معايا هشيل بقى انا منها جزء. وخلي جزء على قد البتنجن اللي عندي. ده كده كمان طالها كتير على ست وحدات يعني بس كان حلو يعني كان كله اللحمة بصراحة يعني. تمام هنزق بالسلسة اهو زي ما احنا شايفين هو اسيبها مع نفسها. تسبق خالص بقى مش عايزة فيها انا برضو ايه سوائل اللي بصيت قوي قوي يعني بس عشان مش هحط اي مية آآ ساعة ما دخل الفرن اي سوائل تانية هستكفي بالسوائل اللي هتفضل في العصاق ده. لسه برضو هتشرب تاني يعني كده. تمام انا حطوها العين التانية وحط الزيت بتاع قلية البتنجان هنا. على العين التانية يعني. تمام احنا زي ما احنا شايفين برضو مكترتش في الزيت قوي زي ما زي ما قلت بانزب بالبتنجانية بحالها. الفكرة في كده ايه بقى? الفكرة ان بدال منقطع البتنجان كله ويشرب مسلا معي نص ازاز الزيت. لأ. يبقى البتنجانية كلها من برة اتحمرت واستوت من جوة. وبقى فيها طعم التحمير ما بقاش زي بقاش ممكن اعمله كده نايل لكن ما ينفعش. فانا حفظة لقلب بقى فيه كده بقى خدت جزء يعني مسلا نقول كم واحدة هما له. والباقي كله ما اتقلاش في البتنجان. دي الفكرة ان انا مش عايزة اقطع البتنجان وقللت من الزيوت بتاعتي. طبعا هافضل وراء لغاية ما احمره من كل الجوانب عشان بقى متطمنة ان هو استوى قبل ما تخيل الفرن. زي ما احنا شايفين بالزبط كده. طبعا كده يبقى الجزء اللي برا بس هو ايه? هو اللي اتحمر. لكن اللي جوه كله يعني واخد واخد نجهة التحمير لكن ما ايه ما شربش زيت. حتى لما حطيتها على المناديل ما نزلش زيت كتير. زي ما بيتقالى وهو متقطع. جربت طريقة دي وحتى اعجبك قوي قوي. جميلة. وبتقلل من الزيوت لاني طبعا ما بتيجي تاكل العصاء وضمع وخصوصا ما يكون فيه بشامل لكمان بينزل كمية الدهون كتير. اهو زي ما احنا شايفين كده. يا دوب كده قلت كفية او التحمير عليه كده. يعني حتى الحتة اللي بيلاقيها كده بيديها برضو تحميرة بسيطة كده على كل جنب كده. او بص الزيت بحالة وما شربش زيت. زي ما احنا شايفين اهو. الزيت اهو. الحب اللي انا حطاهم يا دوب يعني اللي اتاخد من الزيت ما ما يذكرش يعني. وحاول طبعا تقلل من الدهون بتاعتك. حاول على قد ما تقدر. طبعا بحط بقى شوية عصاج من تحت هنا عشان برضو البنجان يشرب معي. وبفتحه بقى كده انا فتحت اللي في القارب دهوت وبوريك وبقى فتحت ازاي. نفتحها كده فتحتين. عايزة تفتحي اكتر يفتحي. يعني مثلا تلات اربعة فتحات جنب بعضها. انا استكفيت بالفتحتين دول. وتحشيها آآ العصاج بالطماطن بتاعتنا زي ما انت اديها على قد ما تقدري بقى. على قد ما تاخد معاك اديها. بصراح كانت رحيتها في الفرن كانت جميلة جدا جدا. بجد وابني بيجي من الصفة اللي لقاها عجبته قوي قوي لاني كنا هاي اللي نفسه في المستقعمة وانا مش عايزة اعملها الايام دي عشان برضو ايه بنحاول المن. عشان الفرح بقى عايزة بقى ايه بقى يعني اقل في الاكل وكده. ان شاء الله كده عبار ما تفرحوا بولادكم يا رب كده وكت فرحة جميلة ما ودينا العفش كده. بس الحقيقة ما ما عرفتش اصور كويس قوي عشان كنت اعمل لكم فيديو فان شاء الله في اللي جاي بازن الله يعني. انا حشيت كل العصاج بقى هنا والله يعني بقيتها ديها وكافض الحبة كمان يعني كان كتير اوي حطيت وتفضل حبة في الطبق. قالت الفلفل انا قرم الفلفل انا كده اللي عايز ياكل بقى ياكل بحيس ان هو ايه ما يحمليش البتنجان اوي يعني. زي ما احنا شايفين كده. اللي بيحب بقى المسقعة بقى بقى نوحة. جرب الطريقة جو هتعجبك. وما حتحس ان انت مكلتي وما كلتيش دهون ولا اكلتي آآ زيود كتير. وتحط طبعا عليها المتزرلة برضو اللي احنا تعودنا عليها خلاص. بقى شيء اساسي في المطبخ بتاعنا. وعلى الفرن. ما حطيش اي سوير. هي هتنازل سوير وشوفناها في الاول. تمام. وقعت عجبك قوي قوي وجربيها. وزي ما قلت قبل كده ان انا الطريقة اللي بعملها وبحس ان هي مش عجباني انا ما بنزلهاش. عايزة من ده بقى تشجيح وبص لونها وجمالها. بتطلع الواحدة بقى كده والله اللي عايزين كتجميلة جدا جدا. واكلت منها برضو قدامكم هتشوفوني الزهر انها تعودت على كده ولا ايه? سمحوني من صوتي. اهو. تجد الواحدة تاكليها. انا والله كلتها حاف كده كتجميلة جدا جدا بعد كده يعني خدتها بالشوكة كده. وقعدت اكل فيها شبعتني ومحسيتش فيها باي دهون. بص بقى جميلها كده. اه طاعة بقى مستوية وجميلة من جوه ازاي? اه. حلوة قوي 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 وتغيير. وخلي التغيير في الاكل ما تقوليش نمط واحد وكده. كانت عموة جميل ابني كانوا واقف جنبي وقال لي ماما هاتيها هاتيها ماما الحيطة دي. رح تعطيها قالوا الحقيقة يعني. بس انا اخدته وراه برضو. انا مش عارفة اتكلم من صوتي معلش. مش عارفة مع اني يعني صوتي ما طلعش والله يعني ما زغرتش ولا عملتها حاجة قوي فمش عارفة صوتي من ايه. او بس هو اخدها مني بقى انا لا افتح لي بقور حلاياتي على اتو رح تدو اخدها شوكة كمان. انا معلش بضحك من الموقف اللي كان اه بتحس بيو انا بصور. لا وهجيب اللقمة بقى وغمس وهوريكوا بقى آآ يعني هو يمكن ايه الطريقة دي ممكن تشجعك اكتر على انك او بس اللقمة جميلة برضو فيها تكلاية بقى بالشوكة تكلاية بالعيش جميلة قوي قوي قوي. عايزة انا خلصت بقى الوجبة بتاعتي دهيت. وقلت برضو ايه الفرن سخن بقى ايه? بقى لي كتير قوي قوي ما عملت الشكيك ولا عملت اي حاجة. فقلت اعمل كيكاية صغيرة كده. انا انا فنيتي اعمل كيكاية. فنيتي يعني. فنيتي قلت اعملها. جيت يعني لو كنت محضرة مأدير ولا كنت محضرة اي حاجة. فقلت هعمل كيكاية طلعت ايه? طلعت انجرش كيك. ازاي مش عارفة. تمام? وهقول لكم ليه? حطيت انا طبعا انا هنا كوباية سكر. بالمعيار بتاعنا. حطيت كوباية لبن. كان بلبن بودر. كان اللبن لسه متغلاش وحطيت لبن بودر. حطيت هنا كوباية لربع آآ زبدة على شوية زيت. تمام? وطبعا طلعت بيضات زي ما شفنا مع الفانيليا. هنا رشة الملح. مقول لك انا مكنتش محضرة اي حاجة لها. ومعلقة كبيرة بكن بودر. دول تجي معلقة صغيرة فحطيت معلقتين. طبعا وبننخل. ادي ايه مع الملح مع المواد الجافة مع بعضيها. تمام? عملت ايه بها انا عشان طلعت انجليش كيك. آآ كان عندي آآ مش مش هي فت اللاجة ومحتار اعمل بها ايه? وطلعت عليلي. كانت ناشفت روحت بلاها. وزي ما احنا شايفين كده بلاتها لما طارت روحت واخدها بحب الزبيب وفي معلقة دي ايه. وروحت آآ مغلفاها ونزلت بها على دي ايه? فطلعت انجليش كيك مش كيك. حقول لكم ليه برضو? تعرفوا الانجليش كيك من الكيك ازاي? تمام? والآ الفاكهة الفواكهة المجفافة جيه بقى تدخل في المضرب كده بقى تداية يا سلكة منها. طب ليه بتخش جوه المضرب? لا لازم تدخل. طبعا كنت انا هده ربط الخليط بتاعي اللي احنا زي ما قلت كوباية لبن كوباية سكر. عايزة تحطي السكر اكتر حطي براحتك. تلات بيضات فانيليا. بس كده لبن سكر. بيض فانيليا. تمام? وهنا طبعا المواد الجافة عارفين هده ايه? زرة ملح ومعلقة كبيرة بكمبوتة. تمام? حطيتها ودخلتها على الفرن. طبعا بتجاز كبير دخلتها مع القارب بتاع البتنجان الحقيقة. عشان قدامه وقت انا مش هفتح عليها الا لما احس ان هي استهوت يعني. بتهي بيضيها بديتين كده. ويلا بينا على الفرن. طبعا كان هي ايه? مسهيت شوية مسهيت يعني اه اخدت لون بسيط كده. والفواكه كلها بقت زهرة هنا كده يعني بس برضو مش باينة قوي. بس في التقطيع وطعمها جامل جدا جدا. يعني اللا كات على البال ولا على النية. اهي زي ما احمن شايفين كده بصوا بقى الفرق بقى بين الكيك وبين الانجليش كيك. الكيك لما بتجي تعمليها تمسكيها كده تتغطع عليها تبقى زي تبقى طرية معاكم ساميك نجال الانجليش كيك لأ. بيبقى بيبقى تقيل شوية. تمام? بس في الطعم بتبقى خطيرة بصراحة هيعمل. هيدا كنت قطعت جزء منها بقى كده عشان اللي هيكل بعد الغداء. اخدت برضو منها حتة عشان اشوفها بس جميلة ازاي من جوة. والفاكهة بقى حلوة قوي قوي. اي فواكه عندك? مسكراه عشان كده انا قللت من السكر. كان طعمها حلوة قوي قوي.